أكدت الأمم المتحدة أن أحياء كاملة في غرب الموصل تم تدميرها مع تشريد حوالي ربع مليون شخص من ديارهم قد يعودون إليها في أي وقت قريب بحسب ما أكده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك المنسق الإنساني للعراق ليزي جراند أكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها يستعدون لمساعدة المدنيين الفرين من المناطق التي يسيطر عليها داعش حيث من المتوقع أن يستأنف القتال فيها قريبا ونتوقع نزوح مئات الآلاف من الأشخاص خلال العمليات العسكرية في تلعفر ومناطق أخرى في العراق جراند شددت على أن قوات الأمن العراقية كما فعلت في الموصل ستبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وإدارة عمليات الإجلاء إلى المخيمات التي سيقدم فيها المساعدة وقالت أيضا أن العراق ما زال واحدا من أكبر المناطق التي تشهد عمليات إنسانية في العالم حيث تتواصل عمليات نزوح المدنيين بشكل أسرع من أي مكان آخر مؤخرا اشتركوا في القناة